فيما يخص ملفات الفساد لغاية الآن نعتقد بأن السوداني مقصر في محاربة الفساد كان عليه أن يقوم بخطوات أجراء لأن هذه بالحقيقة من أهم التحديات التي يتواجه وتواجه حكومته من خلال هذا الملف ممكن تسقط حكومة السيد السوداني كان حقيقي نتمنى أن نشوف خطوات مدروسة لاحظنا بصفقة سرقة القرن وغيرها للأسف كان التعامل ليس بمستوى تطلعات الشعب العراقي